كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا جميعا يا رب انا قسمت الاسماء على 20 يوم في اخر ال20 يوم هنبدأ كل واحد هيبدأ يحسب اسمه الطاقي هو نفسه وايه الاسم اللي هو يتناسب معاي وهو ممكن يزبط الطاقة بتاعته وممكن ان احنا يبصي لايه ان هو عنده اكتر من اسم ان هو يقدر ان هو يقربيه غير الموضوع بتاع تنظيف القورة اللي حوالينا برضو بالحساب بتاعت الاسمينة يعني طيب اول حاجة الله اللي بنقرأه 66 مرة هو اسم الله في ناس قالوا ان هو غالبا هو الاسم الاعظم لكن الله اعلم طبعا لما انا بيجي اقول الله حتى لو واحد مرحب وقلت له كلمة الله هيبقى فاهم ان انا بريفير لهذه القوة العظمة اللي هو نفسه مش مصدق فيها بس هي هو فاهم انا بقصد منه تمام اذا فهو اسم علم مفيش حد تاني ينفع باسمه الله غير الله بقيت الاسماء التانية كلها ما هي الا صفاء طيب تعالوا نشوف بقى المعجزة الحرفية بتاعت الاسم ده اولا رقم 66 الناس اللي سمعوا معي المرالجي قبل كده عارفين ان احنا عندنا 11 و 22 و 33 دول اسمهم ماستر نمبر ومعناهم كبير جدا وزي ما قلنا ان التلات ارقام دول بيبقوا ان الشخص نفسه بيبقى زي هنقول ايلو رول كبير قوي في هذه الحياة كشخص يعني مثل اعلى من غير بقى ملخوض في تفاصيل التلاتة التلاتة ارقام اللي هي 11 و 22 و 33 لكن مفيش حد هيلاقي ان هو عنده ولا 44 ولا 55 لكن فيه 66 اللي هي الله وديه ماستر نمبر اللي هي طبعا بتفوق كل شيء رقم 6 بقى للناس برضو اللي عايفين نيميرالجي هي الكير جيفنج هي الحاجة بقى اللي متزبطة بالمسطرة والقلم وبمقاييس عالية جدا مش بس كده الالف واللام لها حاجات كبيرة بس خلينا يعني ده في علم الحوض لكن تعالوا نشوف بقى برضو عشان نؤكد على فكرة ان كلمة الله هي اسم مميز وهي ان لو انا شلت الالف من الله هنلاقي ان هي للام طيب لو حزفت اللام التانية هتبقى له له مقاليد السموات يولا لو جينا حزفنا حتى كمان اللام وسبنا الهيه الاخرانية وطبعا يعني انا حطيت بس الجملة اللي بعدها وهي عشان تثبت ان الهيه لوحدها هي هو كل هو الله احد هو برضو بترفير لالله سبحانه وتعالى دي حاجة بقى تانية هي ان لا اله الا الله على بعدها فيها اتناشر حرف والاثناشر حرف ده برضو بالدراسات حسبو ان هي بتمثل الاثناشر بورغ الكونسب بتاعها هي فكرة البالس ونو بالس البالس والنو بالس فكلمة لا اله الا الله فيها اسرار كبيرة جدا 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 انا حطيت الحتة دي اللي هي بتاعته ما نجا رباه بعد الصلاة ركعتين يقول يا الله يا اله يا رب التالت كلمات يقول يا الله يا اله يا رب يا الله يا اله يا رب بينور البصيرة بتاعته وبيستجاب دعاءه عشان كيه بقولوكو دايما بعد الصلوات بيبقى فيه اطاقة كده وبأتكلم برضو بعد الصلوات كواذر الصلاة بتاعتنا اللي هي الخمس فرود او الصلاة حد مسيحي بيصلي وبيتصل بالله حد في الكنيسة اواتبا لما بنبدأ نسبح بعد الصلاة بيبدأ يبقى قولنا الطاقة نفسها اللي حولينا بتبقى مختلفة وبيبقى فيه كأننا ايه يعني فتحنا الراديو فالانتنة خلاص شغالة وطبعا لها للاستشفاء ولو حد تعبان لو حد لو همدان لو حاسس بارهاق او كده مجرد ان انت تقول يا الله يا الله يا الله زي ما هم بيسبحوا هم كتير في الحضرات الصوفية بيقول الله 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 دي بيبقى بيها برضو بيستنجد بقى او زي ما قلنا بيستعين بالله في ان هو يقوي نفسه وروحه وعقله وجسده ونفسه وكل حاجة بالمناسبة كلمة 66 دي انا قاطي انكم بتقولوها منمم 66 مرة بتبدأ تتجلى الاثار بتاعتها وبيتم تسخرها بعد 66 مرة فاحنا لما بنيجي نسبح طبعا انا بعملها الحقيقة 100 مرة بس وانس ان احنا عدينا 66 زي ما بقولوكو بالتجارب اللي هي لما كان دكتور ابراهيم كان بيحط بيسل هيرتس والكلام ده لقوا ان بعد الرقم الطاقي يبدأ الاسم يغير في المالكولس تاعة المية والكلام ده طيب الرحمن هو برضو اسم القطص دي ربنا نفسه لما بنيجي نقرأه نقرأه منمم 298 مرة وده طبعا يعني كلمة يا رحمني مثلا لو ذكرناها بعد الصلاة برضو بتزهب الغفلة والنسيان وبتلطف القلب وعند الغروب لها برضو بعض الحاجات اللطيفة وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم الرحمن دي من الصفات الجمال مش من صفات الجلال لما الإنسان يبقى رحمن أو رحيم خليني أخش على برضو اسم الرحيم لأن بصراحة أنا بيرسلي بفضل أن أنا لما بيجي أسبح بالرحمن أسبح بالرحمن الرحيم مش بس كده البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم التوليفة بتاعت الاتنين مع بعض كده يعني إحنا برضو الرحيم لو إحنا عايزينها لوحدها هنعملها 258 مرة لكن الاتنين مع بعض بتعمل برضو بتلين القلب بتعمل استشفاء وفي نفس الوقت بتخلي أن أي حد عنده مثلاً حد عدو أو حد مش بيحبه أو حاجة زي كده لو سبح بس مجرد أن هو يسبح يا رحمن يا رحيم هيبص يلاقي أن أعداءه أو الناس اللي مش حبينه أو الناس اللي بينه وبينهم مشاكل يبدأ قلبهم يلين ناحيته ما تبقاش إيه العملية يعني ما يبقاش كده إيه نشفين عليه يعني طيب البسملة نفسها البسملة لها أفضل كتير جداً وأنا مهما أبصوا بقى يعني أنا أقول لكم حاجة البسملة أنا أريد كل ما يتعلق بيها شايفين الورق ده كله شايفين الورق ده أوكي ده نصه تقريباً بيتكلم على فضل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وقد إيه إن الكلمة دي أول ما بنقولها قبل أي حاجة فاكرين لما أنا كنت بكلمكم عن منازل القمر وقلت لكم إن في توقيتات معينة بتبقى مش صح إن إحنا نعمل فيها بعض الأنشطة وخصوصاً نبقى صعب جداً إن إحنا نحدد الأنشطة في عصرنا ده زمان كان بيبقى اللي بيزرع أو بياكل أو بيشرب أو بينام أو بيقوم أو بيسافر بيتجوز بيشتري بيبيع كانت الأنشطة نفسها كانت صغير قليلة ومحدودة وكانوا مدركين جداً للمنازل القمرية وزي أنا بقول لكم ما كانوش بيزرعوا إلا بناء على المنازل القمرية وكانوا وعين جداً جداً بيه فأنا جيت قلت لكم يعني في منازل قمرية مش مفروض إن إحنا نعمل فيها حاجات معينة including إحنا نلبس فيها مثلاً لبس جديد أو ما نروحش نشتري لبس جديد أو مثلاً ما نعملش فيها استثمارات ما نعملش فيها hiring لحد يعني ما نعينش فيها حد التوقيتات اللي هي بتبقى فيها restrictions إن أنا أعمل فيها حاجات معينة غير طبعاً المنازل اللي هي المفتوحة زي ساعة الصعود اللي إحنا كلنا كلمنا فيها اللي بتبقى دايماً في روح السنة الصينية بعيداً عن المنازل دي لو إحنا بس قلنا بسم الله الرحمن الرحيم كما لو إن إنت عارفين أنتوا حد بيعمل إيه الطاقة ماشية مثلاً بالعكس طب أنا عايز أمشي عكسي كلمة عكسات يا جماعة كلمة عكسات هي إن أنا بعمل حاجة في عكس الطاقة بتاعة الوقت دا الكون نفسه ماشي بطاقة معينة في تجاه معين وأنا عايز أعمل حاجة بقى فبالتالي ببص لإيه العكسات دي كلمة عكسات جاية من هنا إن أنا ماشي عكس الطاقة طيب أنا عايز أمشي بقى في الفلو بتاعة الطاقة بس أنا بقى مش عارف بقى ولا منازل قمرية ولا عارف بتاعة ولا أي حاجة مجرد ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنك عارفين الواحد بفنت كده بين الحواجز والحاجات اللي بتبقى معك سافة طريقه بنبص نلاقي نفسنا إن الحاجات فعلا بتزيل والمهمة قوي برضو في الحتة دي الكلمة اللي أنا قلته في الأول خالص معلش أن هرجع عيده تاني اللي هو إن أنا لازم أسد لازم أسد أن دا بيحصل فهو أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى عندي هذه القناعة أو بسم الله أو بسم الرب أو بسم الإله معلش يعني هي أنا عارفة أن هي بسم الله الرحمن الرحيم بحروفها زي ما هي كده هي اللي فيها طاقة جمدة جدا لكن حتى لو أنا قلت باسم الرب فدي لها طاقة جمدة أوي أو مصدق وبصلح نيتي فأنا هقول بسم الله الرحمن الرحيم بس مش هشعر بحل قديني أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أفكاري وشعري كل دا مترفع عن الحاجات الدنيوية نفس الحدوثة لازم أبقى متوازن ما بين الأخذ بالأسباب والتسليم عمال بقول بسم الله الرحمن الرحيم في حاجة وهي ما سلكتش ليه؟ ليه تسلم به؟ لأنه هو خلاص هو ربنا بقى بي هيلهمك بقى في الوقت الصح في المكان الصح افرد أنت مصمم تعمل في الوقت دا والطاقة مهما أنت حاولت تقول بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت دا أنت مش واصل للدرجة بتاعت منتهى التسخير التلت أجزاء بتاعت القلب اللي هي زي ما قلنا القول والعقل دي مش بتفعلها لسه التلتة دي اللي هي بتاعت البصيرة وبتاعت الكلام دا لسه مش متفاعل دي بتتفاعل بالتدريب المستمر الملك تسعين مرة والملك هنا بقى طبعا طالما أنا اعترفت زي ما قلت لكم احنا بنستحضر برضو الفكرة نفسها ربنا هو الملك وطالما احنا اعترفنا بأن ربنا هو الملك إذن فكل حاجة تانية هتبقى إيه؟ مموضة يعني أنا لما يجي لي خوف أو رهبة مثلا من صاحب الشغل أنا حبقى مؤدب مع مديري وهذا مع كلامه وكل الكلام دا رحمة مني وليس خوفا ليه؟ أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الملك فهو بيملك صاحب العمل بيملكني بيملك كل حاجة فلما بعد استحضر كلمة إن دا أنا بتكلم مع الملك على كل ملك كل شيء وما عدا ممنون إيه اللي ممكن يخوفني من أي بني آدم بعد كده؟ طيب أنا هنا برضو كاتبالكو يعني هي في الفريزنتيشن هتقدروا تقروا إن هي كل اسم زي ما قلت لكم له طريقة معينة أنها هتتقرر بيها وبيبقى له أفضل معينة أنا لميتها كلها قد مقدر ورحت حطاها وبرضو أنا مش هتكلم كتير في معاني الاسم لإن أنا شايف أن فيه كتب كتير جدا بتختص بالموضوع دا وبرامج كتير جدا دا فيه برامج بتبقى مخصصة حلقات كذا حلقة على اسم واحد من أسماء الله الحصول لكن أنا بتكلم في concept أنا مش جاية بلم موضوعه من أول وأقره لا أنا بتكلم في concept وأهمية الكلام دا عن مستوى الطاقي مش المستوى الديني طيب القدوس بصوا بقى كلمة القدوس دي من أروع ما يمكن لما البني آدم لو أنا دلوقتي مثلا فيه ناس كتيرة تقولك لا أنا نعم مش قادر مش قادر أصلي حتى مش قادر أسبح مش قادر لا 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 مش قادر أعمل كتير أنا بنصحهم الحقيقة نصيحة هي أن هم بس يسبحوا بالقدوس لأن القدوس بيعمل عملية إجلاء للرواسب الشيطانية اللي هو أول ما بني بدأ نقول اسم القدوس هو فيه أسرار عالية جدا 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 وهو من أقوى الأسماء طبعا هي كل الأسماء قوية لكن فيه أسماء بتبقى significancy قوية أنا شخصيا من الناس اللي هي لو أنا بركة يعني بعد ما بخلص سبحان ربي العظيم ثلاث مرات بقول السبوح القدوس الرب الملائكة والروح وأنا بس جد في الأرض وده مش غلط على فكرة ودي سألت فيها الشيوخ وأنا بس جد في الأرض بعد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس أنا حتى برضو كل يوم بقى حبقى حتى الأسماء بتاعت الله الحسنة وحتى الآيات اللي موجودة من الكتاب المقدس اللي بتذكر هذا الاسم يعني اسم الله اللي أنا قلتلكوا قد إيه هو اسم هو بتاع الله قول هو مهما حد قال حتى الملحدين لو أنا قلت كلمة الله هيبقى عارف أن أنا بريفير لأله وبالتالي هو برضو التسبيح بقليل المسلمين وصحين بدليل الآيات اللي موجودة بتاعت الكتاب المقدس أيضا الرؤوف الرحيم هي صحيح موجودة في آية واحدة بس هي يعني الرحيم برضو موجودة الملك موجودة القدوس موجودة فلو أصدقاءنا المسيحين مش عايدين يسبحوا بكل الأسماء ممكن ينطقوا الأسماء اللي هي موجودة عندهم في الآيات وده سبب أن أنا حطاها في الآيات بالمزمور بتاعها بكل طب آخر سؤال له جاينا أنت هتعملي كده فيديو كل هتعملي زوم كل يوم في وقت معين مش هيبقى زوم بقى هبقى بسجل يعني فهمت زي هسجل وححط المعين وأعتقد أن أنا حتكلم شوية في المعين أعتقد يعني أو هحطتلكوا لينكات للفيديوهات والقطب اللي فيها موضوع المعنى بتاع كل اسم لأن زي ما قلنا التفكر والتدبر بتاع كل اسم ده هيخلينا نبدأ نحس بيه فلما نيجي نستعين بيه لأن فيه فيه أسماء احنا هنبقى حاسين أن آه يعني ممكن ما يبقاش فهمينها على فكرة فيه أسماء بنفهمها بالغلق يعني زي مثلا الجبار فيه ناس بتفتكر أن هو الجبار ده جبار لكن هي الجبار جاية برضو من جبر الخواطر أوكي فشوية الحاجات الزغيرة دي بس هي موجودة في كل حت لكن أنا برضو ممكن أزود فيها حتة يعني شوية زمان أوكي مرسي يا جبيل يلا سيهم باي باي يلا كل سنة وانتو طائبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر